مرحباً رحيم. نحن نتحدث عن 10-20-40. حاول تقرأ مسألة وتفكر فيها شريح على نفس ساعة عشان تقدر تفيد من الحالة لما تشوفها مع الحالة. مسألة بتقولك ان انت عندك براغلو كام. هيديك تو اجيسن بتاعته. البراليله كان بيكون بالمانظر ده. كل تو افسد سايد بيكونوا اكوال وبيكونوا بارير. هو هيديك تو فيكتور اجيسن. فقزم يكون فيه كومند بوينت. بس هو مش هيدهم لك متراتبين. يعني انت مش هتبعرف كومند بوينت عنه واحدة. وعشان كده لازم تقدر تجيب عنه كومند بوينت. ولما تجيب كومند بوينت. وتبعرف البي والآب انت بصور جد. انا هتقدر اتجيب النقطة الكورس giants الر carrz. يعني انت عندك البيكتور ا وديك البي كتور بي. انت عايز تجيب البيكتور الأسجاب الذي هو بقز av upp. ياته إن عباره عن لو انا عندي دي 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 الوقت الـ a ودي البي كتور البي اكس ودي البي اكس يعني البي كتور بي اكس الحد هنا. وجد láx ذا بي أكس سيديني البي كتور باكس سيأتيني البيككس يقول الى الاكس بتاعت الفرص البوينت اللي انا عايزه و لو انا عندي دي الاي اللي هي البي واي اللي هيا هنا و انا عايز اجيب الازائت دي البي واي طيب اعبارا عن الاي زائت البي واي اللي هتجيني البي واي اتجيب تجيب الظبط البوينت اللي انا اللي هي الفرص البوينت اللي انا عايزة. اه اكونوا لحاجة زي كاله يا باب السوء دي. انت هتقرأ الاربع بوينت بتوعك. انا عمل set of pair of double and w. وعمل عشان اقدرها مش عليها. دلوقتي اهمش على كل اللي اهمش على الاربع بوينت. كل مرة هحط البيت دي في الست. لو انا اقلت ان البيت دي موجودة بلكده في الست. يبقى هي دي البيت الكومنت. هاحفظها عندي في السي اكس وفي السي وي. وهمسحها من الست عشان الست يبقى فيها التيونيك بوينت. انا كده جبت البيت الكومنت وعندي التانيين موجودين في الست. طبعا في طرق احسن من كده بكتير ان انت صرفة البيت الكومنت والتيونيك بس دي ساهلة واضحة. بس اجيب البيت الاولى من الست اجيب التريطور عليها دي الاس والاي دي اول بوينت. اجيب البيت التانية من الست والبي اكس والبي اي. مجرد ان اما جبت الاس والاي والبي اكس والبي وعندي الاس والسي اكس. كبس يتبقى عبارة عن اكس زائدي البي اكس. بس خلي بالك ان انت ساعتها ان انت مش بتتعامل مع الورجين. فانت مش تقدر تقول اكس و بي اكس بس. ان انت كده دي كومن بوينت. ممكن تكون مش اورجين. فلو هي مش اورجين يبقى انت كده كأنك دفت السي اكس دي. دفتها مرة في اي اكس ودفتها مرة في البي اكس. فهي مضحة مرتين. فانت هتحتاج ان انت تترحها مرة. فهي تبقى اي اكس و بي اكس. و سي اكس. الواي بتاعة اللي هي هنا. هتبقى برضه عبارة عن اي بس انت كده دي برضه مش اورجين. فانت هناك سي واي ممكن تكون متضحة مرتين. فساعتها هتروح اي لأي اي زائد بي اي. انت سي واي متضحة مرتين. فهتحتاج تترحها مرة تاني. فالحل هيبقى اي زائد بي اي مقصي سي واي. بس كده اتمنى احبوض يكون واضح. بس. سامان.